موسيقى مشاهدين عم نحييكم بهالحلقة الجديدة من نبط بيروت اللي بصرنا نستضيف فيها دكتور محمد زكور مدير مركز ليبرتي للدراسات الانونية وستراتيجية أهلا وسهلا فيك دكتور رح بلش معك بالملف الاقليمي بما أنه لبنان يرتبط بالاقليم تنرجع نفوت إلى الملفات الداخلية وسط كثرة الحراك الداخلية فيما يتعلق برئاسة الجمهورية الحوار الانقسام العمودة بس بالأول الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتبر أنه حماس هي المعرق الأول الآن والعائق الأول أمام التوصل إلى اتفاق تبعت أكيد حضرتك تفاصيل هذا الاقتراح اللي قدم لحماس ورد حماس على هذا الاقتراح هل هذا الجوب يعني أنه نحن رجعين لجولة مفاوضات جديدة مثل كل اللي شفناهن قبل بيروح وفد وبرجع وفد وآخر شي لا بيكون في وقف إطلاق نار ولا شيء خلينا نبلش من مطرح ونعرف بايدن ليش عم يقول هيك ونفسر شوي مبادرته الأخيرة يلي هي أقرب ما يقال عنه أنه ضحك على العالم ولكن ضحك أكتر على الناخب الأمريكي ريتا بايدن بيهمه الناخب الأمريكي بايدن شايف حاله بمطرح من جهة بده يغطي الحرب الإسرائيلية الأمريكية قبل ما تكون إسرائيلية على حماس وصولا لمشروعه يلي إذا بقيلنا وقت منحكي شو هو مشروعه بنفس الوقت صار محشور بين ثلاث فئات بين الشارع الأمريكي يلي ما عاد مغروم أو مش مغروم بالقضية الفلسطينية ولكن بطل يقدر يحمل القتل وصاروا عم يتهموه هو وزير خارجيته حتى وصلوا لأصغر المسؤولين بإدارته أنه أنتوا مجرمين صار محشور قدام اللوبي اليهودي اللي مع الكيان الإسرائيلي عم يقولوله وقف هالمجانين نتنياهو وحكومة اليمين اللي معه هول عم يدمروا إسرائيل لأول مرة من روحها الجنائية الدولية لأول مرة جيش يلي بروباغندا تبعيتهم قدمتوا أنبل جيوش العالم الجيش الإسرائيلي صار جيش قتلت الأطفال من جهة ثالثة شوهتوا سمعة إسرائيل وقريبا 140 دولة بيكفوا مع ترفين بدولة فلسطين والفئة الثالثة اللوبي اليهودي يلي وفق المفهوم التوراتي اليهودي ضد قيام أي دولة إسرائيل سواء بأوغندا ولا بأوكرانيا ولا بفلسطين لأنه أصلا بيعتبروا أنه هاي مخالفة لنظرية الشتات قدام هول ثلاثتهم صار عم يعطي مواقف متناقضة بكل مطرح والعين على انتخابات الرئاسة ليش قلت مبادرته مبادرة مسخرة هل بعمرنا منسمع برئيس دولة مثل الولايات المتحدة بيطلع بيقول أني سوف أعلن مبادرة إسرائيلية لما عندهم لسان يحكوا وبيطلع الجواب بعد كثير من المفاوضات والأخذ والرد رافضت حكومة الحرب الإسرائيلية الكابينت المبادرة الإسرائيلية الملفوزة على لسان بايدن بايدن عم يقول هيك لأختم لأنه بعده بده يغطي الحرب وبعد الحرب أمريكية لمقارب أمريكية أولا إسرائيلية تانيا بركي بعد شوي منحكي فيها دكتور بس هون تأفهم منك إذا هي مجرد بروباجندا للمقترحة الأمريكية لأدى موجو بايدن هذا بيعني وأساسا في كتير ملاحظات من حماس أولا أنه ما فيه ضمانة بوقف الحرب والمقترح ما بيحكي عن وقف الحرب بيحكي عن مرحلة أولى مرحلة تانية هدوء مستدام وهن مش واسئين بشو بده يصير بين هؤلاء المرحلتين وأنه ممكن يكونوا عم يعطي فرصة لإسرائيل بها المرحلة الأولى تترجع تكفي القتال بالمرحلة التانية بغض النظر عن هؤلاء الأمور هذا بيعني أنه المقترح سيسقط وهذه ضربة جديدة لبايدن سياسية ضربة سياسية جديدة للرئيس الأمريكي وعلى أبواب انتخابات ليش بده يعمل هيك؟ لا أجدها ضربة لبايدن لأنه مجددا بايدن عنده مشروع من ورها الحرب بايدن يريد تشكيل شرق أوسط لجديد ولا فوضى خلقه ولا شيء أبدا إدارته بده شرق أوسط يتلخص بكلمتين تقييد وتطويع ومحاصرة إيران عبر قطع حلفاء وانهاء حالاتهم تطبيع مع السعودية ودجاء الاتفاقات الإبراهيمية صارت مع دول الخليج كل هذا وصولا لمواجهة المد الصيني من الشمال للجنوب والروسي من الشرق للغرب طبعا حالة مثل حماس هي عائق قدام مشروعه وبالتالي بايدن عم يحاول يتضحك على العالم من جهة وعلى المواطن الأمريكي من جهة ليقطع انتخاباته وما حيرضى أقل قديش بيقدر يهدي هو ونتنياهو لأنه هلا بعد شوية منحكي بالحسابات الإسرائيلية بركي بيقدروا يخلصوا حالة حماس يلي أنا بيجزهم ما حيقدروا ينهوها أو يخلصوها بأي طريقة من الطرق وكمان بعد شوية منحكي ليش وبالتالي لا مش ضربة إلو ريتها وأنا قريت أقلها ما بتكتب بهالإطار هي إراد استمرار لإرادة إدارة بايدن ضرب حماس ضرب الحزب ضرب الحوسي تقييد حركة الحشد الشعبي بالعراق إزاحة دمشق منها الحضن لها الحضن وأصلا الشام في مشاكل كتير كبيرة بينها وبين الإيراني اليوم ووصولا لأنه يشكل هالمنطقة تكون منطقة حليفة بس اليوم هيدا مشروع مواجه للمشروع الإيراني إذا في مشروع مواجهة ليش مفتوحة المفاوضات بين الطرفين اللي لم تتوقف حتى من بعد وفاة رئيسي كل الحروب تخلص بمفاوضات قصرية حتى بدي أقولك مش بس بتخلص بمفاوضات كل الحروب يتوازى مع المفاوضات كل يوم تحكي الدول مع بعضها عبر قنوات استخباراتية عبر مبعوثين عبر دول بتقدم حالة ويالمنظر اللي منشوفه آخر الشي وقت الرئيسين بيسلموا على بعض ولا احتفال ما هو إلا تكليل وتتويج لا يلي عم يصير ما وقفت المفاوضات ولا بتوقف ليه كانت المفاوضات واقفة ما بين الإيراني والإسرائيلي وقت الإيران بعتت المسيارات ربا قائل الآن انت عم تقول انه كانت مسرحية مثل ما الكل عم يقوله ايه ولا الدول وقت اللي بدها تكون بحد معين وما بدها تقطع هالحد متفقين بضربك كف بتضربني كف أنا مضطرة رد كانت إيران عم تقول يا ولاية المتحدة الأمريكية ويا إسرائيل حابعت مسيارات لأنه بدي حقق موقف ولكن ما هي بتعرفوا هن بيعرفوا وهن بيعرفوا إنه بتعرفوا هي بتعرف إنهن بيعرفوا ما بدها تنجر لأكتر منك وبالتالي عطيت مثل إيران وإسرائيل لقول أكيد الإيراني والأمريكي بعدهم عم يحكوا وبيحكوا كل يوم إذا قلتلي قبل شوي بسياء حديثك دكتور إنه بايدن الخلاصة طبعه غير إنه بده يعمل هيدا المواجهة ويفكفك اللي يسمى بالنسبة لألو الأذرع الإيرانية بالمنطقة ويوقف هذه الجبهات المساندة من بين الأهداف أيضا تقول تطبيع اللي هو شي كتير واضح يعني اللي هو الأيم البعيد كيف بده يوصل للتطبيع مع استمرار القتال كيف بده يوصل للتطبيع إذا الإسرائيلي عم يرفض إدخال المساعدات قبل ما نحكي بالاعتراف بدولة فلسطين تمام اليوم الحرب الدائرة إذا بيشتد وطيصة ما في شك إنه بتباعد أفق وأمل واحتمال التطبيع ما بتلغي بتباعده خلينا بس نفهم اليوم الرسمي بالمنطقة شو هي تعي نشوف ونحلل الولايات المتحدة الأمريكية كلنا منعرف أيام الرئيس أوباما وبايدن كان نائبه نعم وقلناها من هون كانوا إغدين قرار إنهم يطلعوا من المنطقة وقت لطلعوا من المنطقة شو صار اللي صار إنه وقت لضربت إيران أرامكو ولقيت السعودية إنه ما حدا دافع عنا بطلت مآمنة إنه أنا غطاية أمريكاني وبالتالي فتحت أفق مع بوتين وفتحت أفق مع الصين الشام بمطرح من زمان بمطرح تاني العراق بعد سقوط صدم وبالتالي لأ الأمريكي إنه لأ أنا كانت خطوة استراتيجية خاطئة بإدارة أوباما بايدن واليوم بإدارة بايدن كاميلا هارس إنه نطلع عم يحاول يفوت ويرتي ويرتب المنطقة نعم بتباعد التطبيع ما بتلغيه ولهيك بايدن بده إنهاء للحرب بسرعة ولكن مش إنهاء قدر المستطاع إذا بيقدر مش إنهاء الحرب على قاعدة حماس تستمر بيقوتها وبنفوزها وصولا لمجددا تقويد إيران أسقصة أزرع وحلفاء وخلق حلف استراتيجي مع السعودية مع الدول الخليج ومع دول المنطقة طبعا تقصير حاصل إذا بنا نحكي إردن ومصر ويبنى بيصير على الشيء مقتضاه إن استطاعوا إنه نوصل إنه يقدر يجدد وليته باختصار يعني ما أنك شايف إنه رايحين إلى وقف إطلاق نار طول ما المبادرة إنه منوقف مؤقتا لن ترضى حماس كمان خلينا شوي نفهم رأس حماس حماس ما فيك تخبرية لا هي ولا أي فصيل إنه منوقف على أربع شهور كل خمسة عشر يوم بتسلمونا خمسة عشر وعشرين النساء والولاد أولا وبعدين العسكر صحنوا الأوراقة يعني آخر الشي وبترجعوا بتضربوني أي عاخل بدو يرضى بهالأمر حماس انهكت وتعبت ويعتصر قلبها أكيد المجازر اللي عم تصير وصلت لمطرح تقول أوكي بتكون يعني أنا ما كون بالصورة بس هي بتعرف دي فاكتو حتدل المؤسرة والفاعلة يعني اليوم مين من جبتي طلعتي مروان البرغوسي وحطيتي بحماس بردون بغزة ولا جبتي أي قيادي مقبول ومثل ما هلأ عم يتويتر بكتير أسماء حيكون الأمر لحماس اليوم نحن عنا قوة عسكرية فارضة حالة ما حدا حيقدر يشيلها من هلأ لوقت إذا يا إسرائيل ويا الولايات المتحدة الأمريكية بتقولوا لي وقف دائم أو مؤقت وصولا للدائم بس بسلمكم كل الأسرة وبترجعوا بتضربوني ما ممكن عائل يقبلها بس عفوا دكتور هامي بدو يضمنها يعني الولايات المتحدة ممكن تضمن هاك شي هل يمكن يسوق بضمنتها أول الشي خلينا نبلش من مطرح أنه أحد ما بيوسق بإسرائيل ولكن لا وقت اللي بتوصل لوقتها وبتتربط الأمور باتفاقات وبدول ضامنة لا مش لعبة أنه وقت المنوقع وآخذ الأسرة تابعوني ارجع اضرب خاصة و الإسرائيلي يدرك أنه قبل 7 أكتوبر ما بقى مثل بعده ما حدا إذا من 60 سنة قدروا الأمريكان شالوا الصينيين من الأنفاء اليوم الأمريكان والإسرائيلي بيقدروا يشيلوا الحمسوية خلاص بس هون في نقطة إذا ما فيه سوق نية لناحية الانقلاب على الاتفاق حتى ولو تضمن وقف إطلاق نار كان فيه معلومات هم تحكي أنه حماس مطالبة بضمانة ثلاث دول تركيا روسيا والصين صحيح أمريكا رفضت روسيا والصين وإسرائيل رفضت تركيا ليش يعني إذا فيه حسن نية وإنه الاتفاق سيطبق ليش بدون يرفضوا خلينا نتفق على شغلة علاقات الدول بين بعض البعض لا تبنى على حسن النواية تبنى على الاقتصاد والمصالح والدليل على ما أقول عشرات بالمئات بالألاف الاتفاقات نقض عليها ونقلب عليها وليه معليش اليوم من التسعة وسبعين كائن الإسرائيلي موقع كام ديفيد ألا يعتبر خرق اتفاقية فيلادلفيا اللاحقة والمرتبط ارتباط عضوي بكام ديفيد انغلاب على كام ديفيد مبلا وما أنا عمقول لمصاروي قالوا بس ما عملوا بس عفوا ما عملوا شي مين المصري اليوم احتلال محور فيلادلفيا ما اعتبروا انه هيدا خرق لا اتفاقية كام ديفيد وصاروا يفوتوا بتفسيرات لا لا وما كان في اي تحرك عسكري صحيح حكفي هون وحقلك عن مصر اليوم لا حماس حتوسق بضامن امريكي وبتعرف ان الحرب امريكية ولا الامريكان والاسرائيليين حيوسقوا بضامن روسي صيني قصة الضمانات والضمانات المتبادلة بثانية من اتفق علي وقت اللي بيتخذ القرار بين اللاعبان المؤسرين بالمعركة انه ان يوقفوا الامريكي اولا والحمساوي تانيا هل بتقوليلي الايراني ما راح طبعا مؤسر ولكن خلينا نميز بين تأسير ايران على الحجد الشعبي يلي هو مش تأسير مطلق وبين تأسير ايران على الحزب يلي ما رجو اكبر بكتير وبين تأسير ايران على حماس للسادة المشاهدون المشاهدين ما حدا بيقدر يقلوا لفلسطيني وقف ضد اناعته اللي عملته ايران لحقت الثورة الفلسطينية مش خلقت الثورة الفلسطينية والفريق قطر ما فيها تعملها الضغوط القطرية على حماس والحديث اللي بيطلعوا بجعل ينفو عن قصة قطر قطر بتمون كتير قطر بتمون كتير وبتمونوا يا ممسل في حماس بالمال ولا زالت ولكن كمان احد لا يستطيع ان يقنع البندقية الفلسطينية شئنا ام ابينا انه ضبوا سلح يا شباب واشتغلوا لن يقبل الفلسطيني تهجير ثاني لن يقبل ولا بدي نط شوي على مصر لاني حريص اني وضح بعض الامور الموقف المصري ما بيرضيني ولا بيساعدني ولا هو بيتوائم مع احلامنا ولكن هاسألك السؤال بالمقلوب لو اسرائيل تصق ثقة مطلقة بالجيش المصري لا انا اقول جيش المصري لانه هو الدولة العميقة شو بدي بي مين بيجي رئيس ومين بيروح رئيس لو بتوسق ثقة عميقة كان مضطرة تفوت على فلادلفيا وقصة شوي بدي تسكر معبر رفح من الحدود المصرية لا ما بتوسق فيهم لانه بتعرف انه من قبل كام ديفيد من زمان ولا بعد وايام حسن مبارك اللي منعتبره كلياته عند اسرائيل فيه الفان نفق فتحاتهم هالقد قد بتفوت تريلات من الحدود المصرية لا لحدود الغزوية هل كان منقدر نفتح مش نفق منقدر نفتح ممره صغير لو الجيش المصري من ورديان هلأ بتقوليلي ولو ما طلع المصري وقال انه ليه لانه انا كدولة مصرية وهني ككيين اسرائيلي متفقين بعدنا انه ما ننقلب على كام ديفيد ومتفقين بعدنا انه في حد قدنا الدفاقية بتقيدنا ليه لانه كمان مصر تدين بكتير من الولاء للامريكي ما نستقل بخمس مليارات سنويا الامريكي بيدعم مصر بس لا في مطرح من المطارح الجيش المصري ما بيحمل بمطارح انه يسكر الهوى والمي والغزا واكتر من هيك السلاح اللي فات من هالانفاء طيلة هالسنين فات من هون الحمسوية لاختهم عندهم مصدرين من الداخل وقتل علقوا مع السلطة الفلسطينية وكحشوها استحوزوا على خمسين ألف قطعة وشوية اسلاح داخلي وتصنيع داخلي المواد الأولية تبعيته فيتمنين من الانفاء واضح وبالتالي مصر دايما بتلعب أنا الدولة الرسمية مع كام ديفيد ولكن من جو الأنفاء مفتوحة وحتبقى مفتوحة لأبد الأبدين أمين طالما لا وقف لإطلاق النار هل تتوسع الجبهة باتجاه لبنان هذا هو اللي رح نقشه ولكن بعد الفصل مشاهدين أخليكم معنا عودة مشاهدين لمتابعة حالتنا دكتور محمد زكور نرجع من رحب فيك معنا أهلا فيك القناة 12 العبرية تنقرى حرفيا شو آيلي نقلا عن مصادر الجيش الإسرائيلي أوصى بإنهاء عملية رفح بسرعة للتجهيز عملية أوسع في لبنان تهديد رفع صقوف أو لم يبقى أمام نتنياهو لا ياخد صورة الانتصار بين هلالين إلا الجبهة بلبنان عم ياخد أو عم يحاول ياخد صورة الانتصار بالتصار خلينا نحلل الجبهة اللبنانية بسرعة أنا من القائلين لن تتوسع حرب بلبنان وإن كانت بدأت تتوسع شو كان أكتر من لحظة مناسبة نهار اللي علي التوتر لشكل أنه إيران ضربت مسيارات مباشرة وبدأي أشلح الكفوف حزب الله الحليف العضوي الأقوى ويلي بكتير من المطاريح بحق مصالح إيران وبالتالي المنطقة والجبهة هون في عنده عدة ضوابط أول ضابط أنه اثنين تنين ما بدون ينجروا لحرب شاملة نتنياهو لا يمانع وحلم حلم وطولع كل المنطقة لحتى يوما ما يبقى بالحكم ويبعد عنه مقصلة فشل 7 أكتوبر والمحاكمات اللي قبل فساد وإلى آخره ولكن معلم نتنياهو الحقيقي الأمريكي لا يريد التورط بحرب بالمنطقة لا بل بالعكس من شوي إلنا الإدارة الديمقراطية برئيسة بايدن بدى شرق أوسط تطويع إيران وليس الحرب مع إيران ما ننسى أنه إذا غرق الأمريكاني هون هو يدوب قادر يعطي دعم معنوي فقط لغير للأوروبيين وحرب مع بوتين وبالتالي الأمريكي عطول من أولى بها السنة عينه على تايوان اللي الصين من طولة كلا صارت يعني على حدوده على بوتين اللي عم يلعب ويأخذ ويعطي بالمنطقة وفعلا قدر خضع الأوروبيين ومؤخرا يمكن لأنه مش إفيدان للناس التابع بالتفاصيل المملة بوتين موقع اتفاقية هالمرة مع السودان بالأول كان مع حمايدتي مع التدخل السريع مع ميليشيات حمايدتي اليوم وقع مع الجيش الرسمي السوداني بقيادة برهان وقالوا له كان هو دعم بفاجنر حمايدتي تدخل السريع الميليشيات اليوم صار مع الدولة الرسمية السودانية الجيش الرسمي وبالتالي قالوا له بتاخد من الصمغ للمواد الغذائية للدهب لشو ما بدك وبالتالي كتير صار مرتاح بوتين الامريكان ما بدون يتورطوا اتنين الاوروبيين البخلة مادية مبارح دفعوا مليار خلوا عندكم الناس حين طبعا اذا بتولعب لبنان السوري بيلحقوا اللبناني صاروا على حدودهم فاز اليمين بالانتخابات الاوروبية بفرنسا عمل اول 31% وبالمانيا عمل تاني اوروبا اشتراكية الهوى بيطلع اليمين الى جانب اسباب كتير اول خطاب المهاجرين طبعا اوروبا ما بتحمل يروح المهاجرين عليها ثلاثة غاز لبنان المعطوف على غاز يلي قدام سوريا المعطوف على غاز يلي قدام الكيان الاسرائيلي وعننا بكرة غاز غزة كل هيدا بالدوية الاوروبي لا يتحرر من غاز بوتين المصالح الدولية نشكر الله ما بيناسبة ابدا حرب ولكن احنا اللي مش رايقين شو اصدك اصدك حزب الله يا جر لبنان للحرب اول الشيء بالنسبة للحزب بدون نقاش كتير كبير اللي عم يعملوا على الحدود الجنوبية لان ان كانت بد تكون ضمن وفي دعيون القضية الفلسطينية من زمانه بالرايح حماس متوقة صار فيها مجازر كتير والقضية الفلسطينية متاخدة التوقيت لا بدنا نناقش التوقيت هلا بتقوليلي شو اكتر من ضرب يلي عم يصير بحماس بسبعة اكتوبر ليلي منه كتير متابع لا بال18 صار ضرب وبال20 صار ضرب وبال16 صار ضرب ليه عمقول هيك عمقول لانه انا مع اني قلبا وقالبا مع القضية الفلسطينية ومع مظلومية الشعب الفلسطيني ولكن لازم الدولة اللبنانية بمعظم مكوناتها لحتى ما اقول بكل مكوناتها تكون وراها القرار وهلا اذا بدك بعد شوية نتوسع والافريقاء الداخليين بس مؤخرا الحمد لله هالجمعة والاسبوع اللي قبله صرت عم شوف حركة مكوكية لكل القوى والمبادرات وكان اوسع مبادرة الوزير باسيل تاينور جملات عم يعمل اللي عليه بتحس الكل عم يحكي مع بعض والبعض قبل كنا بمطرح تاني كل واحد حاطت متراس وعم يقوس على القوى الاخرى اقول هيك لانه الدول الاوقات ما بتقرر تعمل عندك حرب بس فرد مرة تنزل الى حرب لا سمح الله تضافي الى ساحة من الساحات اللي بيتبادلوا فيها الرسال دكتور بس حزب الله حتى الان ومثل ما بيقولوا الخبراء العسكريين يعني فكر تصحح لنا بهذا المجال انه سقطت قواعد الاشتباك بس لم تسقط الخطوط الحمر تماما وبالتالي وبالتالي حزب الله هون بينفهم انه هو حريص كمان على عدم انزل الامور لحرب شاملة اول الشي من تضامن انه ما تنزل الامور لحرب شاملة اتنين ما بعرف انا وهي يعني هيك اقلام صحفية بتكتب ما الفرق ما بين قواعد الاشتباك والخطوط الحمراء يعني حدا بقى يعطيني ديفنيسيون علمية لها بعد ما نقصفت منطقة بالداخل الاسرائيلي منطقة بالعمق الاسرائيلي ما تم استهدف مدنيين من قبل حزب الله على عكس اللي عم يعمل الاسرائيلي خلينا نحكي بالمقلوب لهل قصف حزب الله نحنا منقمل منه او يوما ما بده ادمر المنشآت الاسرائيلية ولا الهدف منه معنوي شو اكتر من انه كل الشمال بفلسطين المحتلة صار فاضي ومهجر عنا نزوح بفوق من الشمال ال500 600 الف وبالتالي تأثير السلاح يعني انت وقت اللي بتهزي بالعصى اقوى بكتير الاما من انك تضرب فيها بعدين عم يقتل قياديين يكاد يكونوا من الصف الاول سواء من هون ولو استطاع الحزب يعمل نفس الشيء هونيك كمان نفس الشيء تلاتة لا هي المعركة اذا بتدل مضبوطة هيدا هو سوكي كونت ولا اساسا نحن عم نحكي ببلد يفترض قادم على صيف على اصلا بلد منهك ما بيقدر يحمل صبح وظهر وعشية الخوف من حرب شاملة ما يفعله حزب الله لا يتفسر كلامي بالحر هو دفاع عن حق نعم ودفاع عن حق ضد باطل ولكن ما بيحق لفريق بعينه بالذات فقط دون باقي المكونات تلتف حواليه ولا بتروح للسلم فورادة إذا قدمت حالها الدول ك دولة ضمن مجموعة بزمانه السادات قاطعو كلياتهم وشيلوا مقر جامعة الدول العربية من مصر قاطعو نهائي لأنه اعتبروا أخذ قرار استراتيجي بسلمه هو دولة ومصر هالأد ما بيقدر فريق من الفرقاء اللبنانيين قد ما القضيح أنه ياخد قرار منفرد نبه الصلاة بتقوليلي شو بنعمل للحرب يعني عفوا إذا رئيس حكومة تصريف الأعمال وغطى خليني بس أليك شغلي لأنه رب قائل إذا نسق مع البقايا بيوصل الخبر عن جاد لمن كان عنده شك من أول نهار أنه الحزب ما حيتورط بالمعركة لأنه يدرك الحزب إنهاء حماس انخراطه بالمعركة إنه حرب استبالية الحروب تخاض بقرار من الحكومة اللبنانية أو بتغطية الحكومة اللبنانية لو قد من كانت القضية حق ما بقدر إقبل كرجل قانون إنه فريق سياسي ينفرد بقرار حرب منفردا إيه كنت بقبل بالمقلوب نيمين فيقين فات الإسرائيلي من الجنوب ولا ما بعرف منين قامت الأهالي ودافعت بما فيها الحزب كلياتنا منكون وراء وبالمناسبة بس في عنصر المفاجأة هون يعني كمان ما في خسر حزب الله هون عم بحكيك باللسان حزب الله ما في خسر عنصر المفاجأة بالحرب يعني خسر نص الحرب إذا ترك الإسرائيلي يعمل أول ضربة أنا كنت عم قلك إذا فات الإسرائيلي نحن ونيمين كلياتنا مع هالقرار منكون لأنه دفاع مشروع وأصلا بالآنون الدولي مبررة ولكن وقت الانضربة وقت الولعت بيه 7 أكتوبر طيب بقلك أكتر من هيك أنا هيك ولا هيك ولا هيك ولا هيك مع حمس بس إذا بداخل الفلسطيني والسلطة الفلسطينية وتلاتة رباع الشعب أو نصه عم يقول يا حماس أنت مشاورتي الباقي وقت اللي خطي قرارك ها هيدا أمه الصبي الفلسطيني الفلسطيني وتعي لنسمع خطاب السلطة الفلسطينية يلي اعتبرنا أبو مازن أمريكي ولا لا فتح تمثل الفصيل الأقوى بمنظمة التحرير من الشمال لجنوب ومن بيروت لجنوب ومن الجبل لجنوب ولكن وقت الولعة الحرب هوني كلها عرفنا أنه حزب الله بيفوت لأن أول شي شئنا أم أبينا حماس مرتبطة عضويا بإيران قضيت حق واستثمرت إيران بزكا اثنين الحزب ما بيقدر أنه حماس تروح لأنه يعتبر فقد تعتبر إيران الضامنة للكل فقدت بدي إياه منك على القليلة يا خي صوريا بدنا نقول سوف نتشاور كقوة معنا ندعي هلالا طاولة حوار أنا مش متوقع ها منعملها على رئاسة جمهورية منعملها على ملف بارد إلى حد ما بحرب بده يبرم حزب الله يتشاور مع القوة الملف الحامي المفروض أنه نتشاور بين بعضنا البعض مش البارد بريطانيا رئيس الحكومة بالقضايا والأرارات المصيرية الخطيرة بيروح بيععد معي اللي بيسموه الفيرست سبيكر مع رئيس المعارضة ليخد رأيه ما فيني أنا يخد رأي بهالحجم وقول الحقوني واضح كلها يتنا مع حماس كلها يتنا ضد القتل وقالله يلعنك يا إسرائيل أكتر من هيك من شيء ما يعملون لنا تحليل دم بس ما منقدر وأنا ما عمل لك خد موفقة سامي جميل وسمير جعجع مع حفظ الألقاب بس على الآليلة في 70 80 60 65% من اللبنانيين حاسسون أنه هايدي قضية حقه كل لبنان لازم تعالى نشوف كيف نقدر ننصر الشعب الفلسطيني بس بقرار منفرد تاخد البلد على حرب التي تقرر قرار السلم والحرب الحكومة اللبنانية الدستور قال ما أنا قلت وبدأ نصاب تلتين وبتلتين مش مقبول خلينا نفصل القضايا القضية حق صح ولكن يا نحن بدولة مؤسسات يا لأ هون بدنا شك بنقطة ومن منطلق قانونة ومش بس سياسة إذا اليوم الحكومة اللبنانية أخذت هايك قرار أو مثل ما بيقولوا أنه خلي الجيش هو يفوت بهذه المواجهة عنا جيش لبناني هيدا مش بيحط كل المراكز الحكومية مؤسساتنا الأمنية والعسكرية والدستورية بمرمى النيران الإسرائيلية يا بلد يا أما منا بلد يا أما الحكومة بدنا تقرر حالة حالة إذا عنا خيار تاني يعني اللي هو المواجهة عبر حزب الله كمان لما أنفهم غلط أنا اليوم مع حماس ومع حزب الله أنني خلصوا المعركة ولكن معلش حتى وقت بدأت خلص المعركة هلأ نحن هيك ممرئين بسرعة بده يكون في نقاش جدا جدي جدا جدي شغلة تانية وقت الدولة اللبنانية بمكوناتها وبمعظم مكوناتها بدأت تاخد قرار من هالحجم بدأت تحمل مسؤوليته بس ما بقدر مجددا بهيدا البلد خليني تعطيني دقيقة تقدر والله كل يوم بقعد بحلل وبشيلها وبحطها شو اللي مخلى لبنان لبنان نشلح الكفوف القوى الأمن والجيش يدوب مهديين بالمئة دولار من قطر والمئة دولار من أمريك قضاء حد سوى لا حرج كل ياتنا أقوى من القضاء والقضاء طوايف وكل مين مربوط بمطرح شعب نحن شعوب كل مين عنده مشروع عليكم بارح كميل شامعون مأتحفنا بالبرنامج الجديد تبعا الفيدرالية وعشرين ألف مقاتل نعم إذن الشعب شعوب بتعرفي لو الأزمة اللي عنده أزمة اقتصادية ما بقى يصير مثله أول مرة بالتاريخ بمدوا إيدهم عجيبة مواطن لو صارت الأزمة بتركية بقول العصبية التركية على كل شباك بتلاقي علم تركية العصبية التركية بتضب البلد لو صارت بدولة مثل عراق أو سوريا بتقولي العصب بتضب البلد طيب شلي ضابه بلبنان إذا شعب وشعوب وما حدا طايق تاني شلي ضابه أنا كمانا عندي نفسي لحظة تاريخية السمأجة يلي هي هالستين سبعين سنة اللي بيمرقوا بالتاريخ يلي كل ستين سبعين سنة بيتغير رسمة المنطقة سايس فيكو دو لبنان بدو يصير لا قدر الله اسمه لبنان بلاس والسورية بدو يصير اسمه الإردن والإردن بدو يصير اسمه شي تاني ما بعرف يلي مهدى لبنان على البلد إنه التاريخ لم يقرر لغاية الآن إنه يصير غير لبنان وقال لولا عنا مقومات واحد بالمئة إنه نكون مع بعض ونبقى مع بعض وحاج بقى نضحك على بعض وبالتالي من هلأ لوقتها ليه عملتها المؤدمة على القليلة لو بتضحك عبدؤون فيه كتاب اسمه دستور قال هيدا نحن موقعين ومتفقين المسلمين بطل بدون سوريا الكبرى والمسيحيين بطل بدون جبل لبنان والدروس بدون وتعولا نعيش نيح هيدا الدستور يلي اتفقنا عليه على القليلة خلنا نحترمه إذا حتى هيدا بدنا نكبه ما بعرف بقى شو مفضل بدي روح لفاصل أخير بحلقتنا دكتور بعد الفاصل بدي فوت أكتر بالملفات الداخلية تشوف مين معه حق ومين ما معه حق بقصة رفض الحوار ورفض التشاور كلهم معهم حق كلهم معهم حق كلهم معهم حق غلط علي وعليك فاصل أخير مشاهدينا خليكن معنا وإلى الجزء الأخير من حلقتنا دكتور زكور نرجع من رحب فيك وسط كل هذا المشهد رجع تحرك ملف رئاسة الجمهورية نفكر أننا اليوم 14 حزيران ذكرى آخر جلسة صارت الانتخابية بتتذكر 14 حزيران 2023 المنازلة الكبرى 51-59 صحيح لصالح جهاد 100% اليوم هذا المشهد أول شيء واقعي القول أنه يمكن انتخاب رئيس من دون انتظار الاقليم لا 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 خليني أنا بشوي من التفصيل العلمي يقول كيف نحن مرتبطين لأنه أوكي عم بسمع بيطلع حدا وبيقول نحن مرتبطين باللب نحن اليوم شو عم نعيش نحن عم نعيش انتخابات ايرانية بعد 20 يوم عم نعيش انتخابات امريكية على البواب بنوفمبر نعم خلنا نحكي بالأول بالولايات المتحدة الامريكية بايدن مجددا سياسته تطويع ايران وليس مواجهتها السؤال اذا اجا بايدن مرة تانية هيحاول يطوع ايران وبالتالي مش المواجهة يعني انا بدي ركعها عبر مخاصرتها عبر المشروع الكبير اللي يقلو بالمنطقة منشم معيد حالي اذا اجا ترامب رايحة لمواجهة نعم مواجهة يعني عادة المواجهة بتعني عرقلة الملفت وخليني هلأ شوي احكي يلي سوكي بالنسبة للمشاهدين الانتخابات الايرانية اول الشي خلينا نعرف كتير منيح انه بايران في طيارين الاصلاحيين والمحافظين روحاني كان حزب العدالة وبالتالي وقت اللي نعمل الاتفاق النووي روحاني اجا بالمناسبة 13-17 ورجع 17-21 ومن بعد اجا رئيسي يعني اصلاحي يعني الرئيس الايراني بيأثر هلأ هيجي حدا يقول المرشد اهم شي هلأ مننقش بالموضوع اليوم اتقدم خلفا للرئيس الراحل براهيم رئيسي 80 طلب ترشيح مجلس تقدير مصلحة الدستور ابل واحد اصلاحي ابل ستة فقط خمسة متشددين متشددين واحد اصلاحي مين المتشددين جليلي جاليباف زادة المحمدي وأمير زادة هاشم طيب مسعود بزسكين خليني الفز اسمه بزسكين هيدا الوحيد اللي اصلاحي وحظوظه ضعيفة هلأ على الارجح جايي محمد علي جاليباف اوج ليلاتي هول الخمسة اللي بتمنقي منهم واحد على الارجح جاي محافظ وبالتالي ازا اجا رئيس ايراني متشدد امقابيل بايدن اكيد هنطول لحتى نقدر نطوع ايران ونحاصر ونفرض ايرادتنا عليها هيدا شو بيعمل هيدا بيعمل العرقلة بالملفات تبعية المنطقة باليمن بالعراق بسوريا بغزة وبلبنان ان اجا الرئيس اذا اجا المرشح مسعود الاصلاحي اتقابل مع بايدن ممكن هه يصير في نوع من انه نقدر نتفاهم كتير انا تعبت كايران والامريكان بدون يحلوا نعم واذا اجا ترامب قادرة الامور تروح على كثير من التشنج منتذكر انه الاتفاق النووي بالخمستاش اللي فات عليه اوباما الرئيس وبايدن النائب طلع منه ترامب وبالتالي فيني انا اتخيل اذا اجا ترامب رئيس واجا رئيس من هول المحافظين تحديدا جاليباف جاليباف بالمناسبة كان رئيس مجلس الشورى يعني البرلمان عندهم واللي كان دايما يخصب ويعلي التخصيب ويطلع زلمة متشدد للاخر طب فين اتخيل اجا ترامب واجا جاليباف كيف حتكون الصورة اكيد تشنج بالمنطقة وبالتالي كدولتان مؤسرتين بالداخل كيف بدي صدق لبنان ملف من الملفات يلي حيتفاهم عليها بهوية الرئيس كيف بدي صدق ممكن يقطع رئيس قبل ان شاء الله كل غلطان مئة مرة ان شاء الله ولكن اجدونا ناطرين هوية الرئيسان بس سؤال اذا بدي امشي بنفس التحليل اللي حضرتك مصلحة السناء الشيعي انتخاب رئيس قبل ما تصير كل هذه الانتخابات ما بيقدر منفردا لو بيقدر منفردا من زمان رئيسي ورئيس سليمان فرنجي لا سؤالي ما بيقدر يكون براجماتي لناحية الاتيان برئيس منو سليمان فرنجي ولكن رئيس هو يطمئن له هيدا الخيار التالت ما مصلحته لانو اذا بدي امشي بنفس التحليل ممكن يوصل ترامب او بايدن وتاخد الامور اكتر واكتر ونروح انو ممنوع يوصل رئيس حليف لحزب الله بالابنان اليوم وبكرة الحزب لانو نحنا منقول السنائي ولكن خلينا نقول بالدرجة الاولى حزب الله مصلحته رئيس يكون متل ما هني بيقولوا وحامي لضهر المقاومة ولكن لا يستطيع السنائي الشيعي سواء ببراجماتية ولا بغير ببراجماتية انو يجيب الرئيس اللي بده يدونا عن القوى البقاية هلأ النغمة الجديدة اللي طالعة انا معه اللي هي اللي هي تعول نتحاور يا شباب الرئيس بري من زمان داعي للحوار عجبني الحركة والنقل السياسية الزكية مسئبة انا اليوم بالأو تي في مش بيضوج النقلة الزكية اللي عاملة الوزير باسيل كان محطوط كل التعطيل عنده فك هل الصفة عنه واخد دور المبادر بلش عند البطرك تيمور جنبلات بعض النواب السنة ارجح لانه انا مفتح الجميع ونعم لمبدأ الحوار والنقاش احوالين رئيس نتفق عليه قبل هلأ طبعا صار محطوط بالكورنر دكتور سمير جاجع ما انا عمقول لودريان قال عنه هو عم يعرقل وما بده حوار وما بده حدا وحاطت الرئيس بره براس وما بعرف شو وبالتالي تيمور جنبلات امتدادا لوليد جنبلات بينشهد لهم دايما بيحاولوا يدوروا الزوايا مواضح حركة باسيل واليوم قال انا بدي شارك بالحوار وتعول نتفق صرنا عم نحكي مع السناء الشيعي مع كتلة الاعتدال بكتلة لا يستقل فيها وبماس كبير عم يحكي تعول نحكي بمنطق الحوار هيدا مع انه ما بينتج رئيس لوحده ولكن هيدا بيروي الامور وهون انا بدي كاللبنانيين ان اردنا وان كنا صادقين النوايا نلعبها بزكا شو هي اللي عم بزكا تتذكري من شوي شو قلتلك هلأ العالم كله عم يحاول يروي الامور عنا المبادرة الخميسية والسفير المصري على موسى والقطري وكل بيعرفوا ما بيقدروا يقسر وينجوا رئيس ولكن بيعرفوا يروي الامور اذا نحن رحنا لقدر معقول من التفاهم بينك لبنانيين بوجود ارادة ومعن بالغ باستثناء نتنياه ارادة دولية جامعة ما بد بلبنان هلأ نقدر نهرب رئيس بس هيدا اللهم اذا توفرت ليرادة الداخلية اما اذا نحن عم نعبي فقط الوقت الضايع كله لهواه والعيون شاخصة يترك تنكسر حماس وبيجي دور وقت الحزب وبالتالي رسمة المنطقة بتتغير او بيفرض اكتر الحمسوي وحزب الله وايران وجودهم بما يعرف بمحور الممانعة رضو شروطنا هيدا شي تاني بكل الاحوال الحوار مشكور وحركة مشكورة بالحد الادنى اذا ما بتعمل شي تسحب لبصات طبع الفتيل من الشارع وخلي نتوجه من البلاتو لدكتور سمير جعجع بكامل الاحترام وللقوات اللبنانية انا ما شفت بالمبادرة السلسية اللي تقدمتوا فيها الا حوار مقنع انه هي بس انا مبادرتو قال انا باعتمد على مبادرة الاعتدال الوطني شو هي كتلة الاعتدال شو قالت قال منجي منعود بالمجلس مع باق الكتل ومن بعدين منروح يعني حوار صحيح اتنين لا بيجي لودريان بقعدنا ككتل بيفسرنا شو صار معه بعدين منروح مننتخب عن جاد يعني هلأ هي بس انه يبعت لنا لودريان اتلاتة منروح مننتخب انه اذا القصة فيه اللوطار واذا القصة انه انا ما بدي غير او ما بدي انكسر كموقف ما انا بشوفهم كلهم هلحوار دكتور بس هي المعارضة اليوم عم تتخوف وعلى رأسة القوات اللبنانية هم يعتبروا انه احنا ما بدنا نوصل البلاد لأعراف خاصة معلاش بس في نقطة بدي أسألك عننا ليش رئيس مجلس النواب والله ولا مرة بيكون في حول حوار وليش رئيس مجلس النواب بيقدر يحكم بخمسة وستين صوت رئيس الجمهورية بدنا هذا التوافق حوله هذا ما تعقوله القوات اللبنانية ثانيا ليش بدون يسلفوا الاخرين هيدا الحوار ويكرسوا عرف لانه اصلا نظامنا صار بده تطوير ونظامنا صار بالي ولانه بدنا صيغة جديدة عن جد صرنا مملين بهيك طريقة عمل المؤسسات وكيف احنا منديرها اصلا طبعا 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 المفروض رئيس المجلس ينتخب انتخاب ومن دون ما نروح لحوار قبله ورئيس الجمهورية نفس الشي ولازم ننزل على المجلس دون حسابات ولكن شئنا اما قبينا خلنا نعترف بشغل يا ريطة نحن قدام ظروف مصيرية تاريخية نحن على شفير حرب نحن بقاع الوادي بالاقتصاد ما المانع انه نتحاور ولا زي عم يقول ايه بتحاولون لعرف عن جد انه بتضحكوا فيها على اللبنانيين بس مش على القانونيين ليه مش على المختصين بالعلوم العلو على المختصين بالعلوم السياسية لان العرف بده كثير لتكررس بده تكرر بده تكرر بده سبايت بده إرادة لدى اللبنانيين بده أكراف ايه من الكل وبالمناسبة بصيغتنا الحالية أنا لا أمانع أنه يكون فيه دايماً حوار وتعلينا نزيد على الدستور هلأ عن جد الكلمة خلى بهالدستور إيمي بس من غار عليه وعد كرسوا عرف جديد عن جد نكتة بيخة وحاجة تقولوها ويكون عرف ودخلوا مدة دستورية لو بإيدي عدوا تحاوروا لو يطلع الدخان شو هو هالحكي لتفسيرات انتخاب رئيس الجمهورية ونصابه وتفسيرات مين بيحاسب الوزير المجلس الأعلى ولا مجلس النواب كل مرة بنعمل الدستور علكي بس غير نقوعة يا غيرت الدين نعمل عرف جديد اسمه حوار بس هناك نقطة بس لأختهم أنا بدي إيها إضافة على الدستور يفرض على السياسيين يتحوروا من شوي شو أعطيتك مثال؟ أعطيتك مثال إنجلترا أم الديمقراطية والأعرف بالقرارات المصيرية رئيس الحكومة بيعود مع المهزوم بالانتخابات رئيس الحزب المهزوم لأنه هيدا مصير نحنا رايحين كلياتنا على ما بعرف وين على المهوار نحنا بحرب فعلية نحنا معايشين من قلة الحياة وهتكرسوا عرف بل ايها؟ طيب هون في نقطة الرئيس برري بعده حتى هيدا اللحظة كمان عم يرفض منطق الجلسة المفتوحة وعم يحكي بجلسات متتالية طي يحافظ على حقه بالتشريع أنه وقت الآن بسكر المجلس بيرجع المجلس لأنه تفسير الجلسة الانتخابية من شين المشاهدين أنه وين الهدوات اللي يدعى المجلس لانتخاب رئيس بهالجلسة يعتبر هيئة ناخبة في منهم بيقولوا بهالجلسة في منهم بيقولوا خلاص صار فالرئيس برري عم يسكر الجلسة لحتى من بعده يقول خلصت جلسة انتخاب الرئيس أنا بدي شريع هاي للمشاهدين طالما الرئيس برري بعده واقف على هذه النقطة وطالما بحسب المعلومات اللي تسربت أنه لم يعطي الرئيس برري أي ضمانة للموفد الفرنسي بعدم تطيير النصاب نصاب الجلسات ما بدون يعطوها يعني عفوا بس طابت العرق لساعة عند مين كمان بيقدر فريق يدلوا متمسك سنتين رح يصير لنا سنتين على الفراغ الرئاسي يطلع يقول أنا عندي هذا المرشح بدي إذا بدي إفتح جلسات وسكرها لما بدي من 14 هزيران الماضي لليوم ما في جلسة وفوق هذا وكله أنه ممنع تضماني بعدم تطيير النصاب تطبيق الدستور بروحيته وبروحيت المادة 49 المفروض ندل نعمل انتخابات وجلسات مفتوحة لحد ديت ما ينتخب رئيس بس طبعا بعدني عم قللك من شوي كل اياتنا عام نفسر الدستور متل ما بدنا أنا اللي عم بكتر حجود من الموجود إذا بنا نطبق الدستور عن جاد المفروض يفوتوا على المجلس ضمن المهل القانوني أصلا الدستور ما نعمل للفراغ قالك بتروحي بتنتخبي رئيس قبل شهرين من الولايه هيدعطاها ماكسيموم وبالتالي طبعا المفروض ننتج رئيسه طبعا هالإجراء يلي عمين عمل هو فقط للتحكم بموضوع النصاب وبزيدك من الشعر بيت أنا ضد نصاب التلتين اللي المفروض بتفسير معين للمادة 49 وأنا بعرف انه انت مع بس أنا بدي قدر أدنى من انه اتفاق لوبيين ثلاثة يعطلوا البلد اي بس كمان رئيس بخمسة وستين صوت هيدا ممكن هون في عدة اعتبارات في عتبار طائفين ممكن أبدا ساعة المسيحيين بيركدوا كمان بيعطوا نصاب لا يجيبوا رئيس ما هيدا النقاش بس لحظة انه كل الإسلامية قادرة تنتج رئيس صح لمين قال انه معناته المسيحيين حيعتك في وقت اللي بدأت تكون اللعبة هيك بس قولي هيدا نقاش لا واحد هيدا نقاش لا واحده لانه اذا كمان رئيس وهاب السياسي رئيس مثل تنسمى عهد الرئيس عن اجع بأكبر توافق داخلي ممكن سنة شيعة درزة مسيحة وليك شو صار بالعهد يعني كيف منتخيل لهاك لهاك وحيات الله مش بياض وج لأني على الو تي في كان معه حق باسي الوقت القال تعولا نتفق على رئيس وإلا بدو يتعطل نعم كان معه حق ومش بياض وج أناعة هلأ طلعنا بثلاث خلاصات من الحلقة أول خلاصة ما في وقف لأطلاء النار برأيك تاني خلاصة ما في توسيع كبير للحرب على لبناء تالت خلاصة ما في رئيس بالمدى المنظور وديتنا لبعض الانتخابات الأمريكية إن شاء الله يكون غلطان بهول أول الشي لا الحرب أربط وضع أوزارة بغزة نتنياهو ما بقى عنده شي يضيفه نتنياهو صار مأزوم جانتس وأزين كوت آخر الشي صحيح إنه ما بيشكله إلا 12 نيب ولكن جانتس العالم كله فقط كان عم يحكي مع الحكومة لأنه بيحكي مع جانتس نتنياهو ما كان عم يتحرك نتذكر إنه نتنياهو لتاني مرة عمل عمل عملية في طيق وقت لطلع عملها قبل هلأ وحكيناها صح ليه لأنه المفروض جانتس العالم عم يحكي معه واحد اتنين جانتس وأزين كوت ما بيشكله بس حالهم نحن نسينا لبيد نحن نسينا لبرمن عندي أحزاب ناطرته لنتنياهو بس لتسقطه بالشارع بس آخر شي شو صار آخر شي شعبية نتنياهو علية وشعبية بني جانس وطي بعد الاستئالة إطلاقا أنا ضد هذه التقارير الإسرائيلية إطلاقا أنا ضد التقارير الإسرائيلية معلش إسرائيل من دولة الأحلام التقارير الإسرائيلية وجزء كبير من الصحف الإسرائيلية بتعمل مصلحة الحكومة والإعلام موجه من الصحفيين عندهم قادرين يكونوا جريئين بالعكس تماما جانس وقت لطلع وقال أنا موت كرمال الأسرة بالوقت يلي صارت كل القوة ليه الشارع هو عبارة عن كل القوة عم تعتبر أنه العدو الأول لإسرائيل هو نتنياهو عم تقول في لأنه هيدا الزلمة ما قالوا مصل حتى تخلص الحرب لا اثنين حتى حماس استوت فبالتالي لا ما بعرف شو هي اللحظة ولكن إن شاء الله نحن صرنا عن نهايات نحن علقنا فقط بالمبادرة تبعي توقفوا مؤقتا وعطوني كل الأسرة ما بتوقف حرب أنا بدأ أشكرك كتير على حضورك معنا اليوم أهلا فيك بالتحليل دكتور محمد ذكر رئيس مدير أو مدير مكتب ليبرتي للدراسات الأنونية واستراتيجية أهلا وسهلا فيك مشاهدينا نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة